التقديرات والمخاوف في المؤسسة الأمنية والعسكرية من تصاعد التوتر على الساحة الفلسطينية ولسيما بالتزامن مع الأعياد اليهودية وجدت تعبيرها في التطورات والتظاهرات التي شهدتها الحدود مع قطاع غزة السنة العبرية الجديدة بدأت في ظل توتر أمني مستمر حيث هاجم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد استمرار التظاهرات عند الحدود للمرة الأولى منذ أشهر غزة التي مثلت ولتزال معضلة بالنسبة إلى الجهات الأمنية والعسكرية في إسرائيل ليست منفصلة عن الساحات الفلسطينية الأخرى من القدس الشرقية حتى الضفة الغربية ما يشير بحسب محللين إسرائيليين إلى أن الواقع على الأرض يسير نحو مزيد من التفجر ولسيما في هذا التوقيت الحساس جدا حيث باءت محاولات إسرائيل المتكررة للفصل بين الساحات بالفشل كل المؤشرات يجب أن تقلقنا جدا وهي تشير إلى واقع متفجر وحتى متطرف مقارنة بما رأيناه في الفترات الأخيرة أنا متأكد من أن المسؤولة في المؤسسة الأمنية والعسكرية عن قطاع غزة يقول لنفسه أن الأمور تسير نحو مكان غير جيد حماس تدير استراتيجية منتظمة في الأشهر الأخيرة وتذكر بأن غزة داخل هذا الحدث فيما إسرائيل تحاول الفصل بين الساحات وهم من جانبهم يعملون على توحيدها محللون أشاروا إلى أنه في موازات شغال المسؤولين الإسرائيليين بالأزمة الداخلية الخطرة فإن موضوعين ملحين يشغلان حاليا المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية إضافة إلى المعركة ضد النووي الإيراني وهما تسخين الحدود مع غزة في ظل عودة التظاهرات ودخول عبوات ناسفة إلى نطاق العمليات الفلسطينية التي يمكن أن يغير استخدامها صورة الوضع في الضفة